قام أندريلو بيتس بإغلاق باب قمرة القيادة وهو لوحده بداخلها بينما قام قائد الطائرة بالضرب على الباب وأما الآن فخبراء السلامة يطالبون القيامة بخطوة جريئة لتجنب كارثة أخرى وهي تركيب كاميرات في قمرات القيادة ويقول الرئيس السابق للمجلس الوطني لسلامة النقل جيم هال إن الكاميرات ستحدد السلوك السيء والقيادة المهملة للطائرة وستكون أداة تحقيق رئيسية فستساعد الكاميرات على رؤية ما يشاهده الطيارون على الشاشات ولوحات القيادة وسيكون بإمكانها التقاط حركة أيديهم وقد لا تكون الكاميرات في حادثة سقوط طائرة جيرمان وينغز مفيدة فهم يعلمون كيف سقطت الطائرة فنيا ولكن قائدة الطائرات التجارية سابقا لين سبينسر تقول إن توجيه الكاميرات على وجه الطيارين قد يساعد في التقاط لحظات ربما لم تلتقطها مسجلات الصوت كالحالات الطبية الطارئة وأما هذه التكنولوجيا فهي في الأسواق بالفعل ولكن قال لنا أحد المصنعين إنه لم يتم شراء أي منها من قبل شركات الطيران فالكاميرات هذه تستخدم لرصد مهمات فضائية وغيرها في القطارات والحافلات ويمكن مشاهدة ما يحدث في قمرة القيادة على الأرض مباشرة إلا أن احتمال حظر استخدام الكاميرات في الطائرات كبير جدا ولكن سبينسر تقول إنه لربما ساعدت كاميرات قمرة القيادة على حل ألغاز كبيرة مثل هجمات 11 من سبتمبر وأما اتحاد كبار الطيارين في أمريكا فهو ضد الفكرة مع بيان قال فيه القائمون بأن هذا قد يؤدي لتفسير خاطئ ويمكن أن يؤدي لإبعاد المحققين عن الاستنتاجات الدقيقة اشتركوا في القناة